موسيقى نشت منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار وأبرز عنوينها عملية البنيان المرصوص تؤكد انفجار لغم أرضي في محيط قوة تابعة لها بمنطقة النخلة في سرط وخمس نساء من جنسيات إخريقية يسلمن أنفسهن لقوات العمل مقتل عنصرين من قوات عملية الكرامة وإصابة آخرين في حوادث متفرقة بمنطقة سرط ورقوانشا موسيقى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يشددون على أهمية وجود قوة عسكرية تذيبية تعمل تحت قيادة موحدة وكودر يؤكد أن مجلس الأمن هو صاحب القرار في رفع حظر السلاح موسيقى أكد عضو المركز الإعلام لعملية البنيان المرصوص أبو بكر مصطفى انفجار لغم أرضيين في محيط قوة تابعة لعملية البنيان المرصوص في منطقة النخلة الواقعة على الطريق الساحلي بمدينة سرط وأضاف مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الانفجار أدى إلى تضرر أربع سيارات مسلحة تابعة لقوات العملية لكنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية من جهة أخرى أشار مصطفى إلى استمرار عمليات التمشيط التي تقوم بها عناصر من عملية البنيان المرصوص في المنطقة الواقعة على أطراف حي الجيزة البحرية وسط سرط وأكد عضو المركز الإعلامي في عملية البنيان المرصوص تسليم خمس نساء من جنسيات إفريقية أنفسهن إلى عناصر البنيان يوم أمس وأضاف مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم تحرير شخص آخر يحمل جنسية الفلبينية كان محتجزا لدى عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة إضافة إلى طفل لم يبلغ عاما واحدا من عمره وأشار مصطفى إلى ورود أنباء لقوات البنيان بوجود أكثر من سبعين جريحا في صفوف قوات التنظيم داخل أحد المباني بمنطقة الجيزة البحرية يتم استخدامه مستشفى ميذانيا لعلاج عناصر التنظيم قالت إحدى النساء التي حررتهن قوات البنيان المصوصة ضمن مجموعة من ثلاث عشر امرأة من جنسيات إفريقية قالت إنهن كن محتجزات في سجون تابعة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرد إذا عايش مننا معانا يأخذ مننا بنات يأخذ يشيلوها يجبوها يدوها هادية يبعوها كل بس زي خرف خرف تدبحوا تخليبوا شوية أولاد كان معنا ثمانية والبعين وين ما نعرف أولاد عمتي كان معي أثنين واحد اسمه هارون واحد اسمه جرمان لكن وين ودوه ما بعرف كذا مدير المركز الإعلامي بعمرية البنيان المصوص أحمد هدية عبر مداخلة سابقة استمرار قوات البنيان المصوص في تمشيطها للمناطق المحررة بمدينة سرد فضلا عن استمرارها في محاصرة ما يعرف بتنظيم الدولة بمنطقة الجيزة البحرية في المدينة هناك تركيبات وعينات تتخذها وسط العمليات والقادة المجازية هناك تحديد داعات الدولة إلى الجيزة البحرية هناك بين الحين والآخر التركيب في المنطقة بالأسلحة البحرية أكد بزر طبي في مستشفى الجلال الجراحة والحوادث ببنغازي وفتاحة عناصر عملية الكرامة أثناء خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته في انفجار ذخيرة داخل سيارة عسكرية بمنطقة السرد في مدينة بنغازي وضف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الانفجار أدى إلى إصابة عنصرين آخرين تم نقلهما إلى غرفة العناية بالمستشفى مشيرا إلى استقرار حالتهما الصحية من جانبها أكدت القوات الخاصة صائقة في بنغازي وفتاحة أفرادها متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإصابة قبل يومين جراء انفجار لغم أرضي بمحور القوارشة في المدينة رأى المحلل السياسي والعسكري عادر عبد الكافي في نشرة سابقة أن تصايد القصف الذي تقوم به قوات عملية الكرامة على منطقة جنفودة في بنغازي يندرج ضمن جرائم الحرب الوضع في بنغازي وفي المنطقة الشرقية يحتاج إلى تدخل قوي لإيقاف هذا العبث الذي يدور في بنغازي في ظل حقيقة استخدام البراميل المتفجرة والثواريخ العمياء المتمثلة في القضائف الساروخية سواء كان عبر منصات ثابتة أو طائرات أو بعض الزوارق التي تلتف على منطقة جنفودة نظرا أن تلك المنطقة بها أهالي وأطفال ونساء وشيوخ قال المجلس المحل درنة أن حصار قوات عملية الكرامة المفروضة على المدينة سيتسبب في قطع مياه الشرب عن كامل المدينة وأوضح محل درنة في بيان له أن منع دخول الأغذية والغاز والوقود إلى درنة سيتسبب في قطع المياه لكون محطة التهليئة التحية هي مصدر المياه الوحيد ويتوقف تشغيلها على توفير البنزين وشجب محل درنة صمت المجلس الرياسي والحكومة المنبثقة عنه ومجلس النواب حيال المعاناة التي تشهدها المدينة هذا وأخلى محل درنة مسوريته عن أي ردة فعل قد تحدث نتيجة هذا الاحتقان والحصار الجائر منويا إلى أنهم يحتفظون بحقهم في مقاضة كل من تسبب في هذا الحصار بحسب تعبيرهم أرسلت الأمانة العامة للهلال الأحمر بالتعاون مع اللجة الدولية للصليب الأحمر شحنة مساعدات غذائية من مدينة بنغازي إلى مدينة درنة وأضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر عبر صفحة على فيسبوك أن فرع الهلال الأحمر بدرنة تسلم الشحنة وسيباشر توزيعها على مستحقها في المدينة شددت جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ليبيا متماسكة ومهنية تعمل تحت قيادة موحدة كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي ذو أكدت الأطراف الثلاثة المجتمعة في القاهرة على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا مشددة على رفض أي تدخل عسكري أجنبي في البلاد وأدان المجتمعون أعمال العنف الأخيرة في طرابلس مؤكدين أن ذلك يعرقل العملية السياسية ويعيق الانتقال الديموقراطي في البلاد يأتي هذا فيما اتفق المجتمعون على تشكيل ائتلاف ثلاثي بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف التنصيق لتشجيع المصالحة الوطنية وتسهيل عملية تنفيذ الاتفاق الليبي الموقع بسخيرات شددت جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في لقاء جمعهم بالقاهرة على أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ليبيا متماسكة ومهنية تعمل تحت قيادة موحدة وفق الاتفاق السياسي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أوضخ أن الجامعة العربية منفتحة على لقاء جميع الأطراف في ليبيا موضحا أن الاجتماع يأتي في إطال تنسيق الجهود لتمكين ليبيا من الانتقال الديمقراطي أول لقاء رسمي يجمع بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للتشاور حول الشأن الليبي واستشراف سبل تعزيز التعاون القائم بين المنظمات الثلاثة لتنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية الرمية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وتمكين ليبيا من استكمال عملية انتقالها الديمقراطي كما اتفق المجتمعون في أول لقاء رسمي يجمعهم على تشكيل ائتلاف ثلاثي لتعزيز التعاون والتنسيق من أجل الدفع قدما بالمصالحة الوطنية والحوار السياسي في ليبيا هذا الاجتماع الرسمي الأول للمنظمات الإقليمية الثلاث هو إشارة قوية إشارة قوية لدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ولسيما الاتفاق السياسي الليبي من جهته أشار رئيس بعثة الاتحاد الافريقي لليبيا جاكايا كوكويتي إلى إمكانية أن ترسل دول الافريقية قوات حفظ سلام إلى ليبيا لو طلب منها ذلك كما فعلت سابقا في الصومالي ولبنان ودارفور وغيرها من الدول إذا طلب من قوات حفظ السلام الافريقية تقديم العاون في ليبيا بالتأكيد سيكون الاتحاد الافريقي مستعدا لتقديم الدعم ونصرة الليبيين هذا وقد أكدت الجامعة العربية أنها منفتحة على لقاء جميع الأطراف في ليبيا مشيرة إلى أنه من غير المسابعد أن يلتقي الأمين العام أو ممثله برئيس المجلس الرئاسي فايزة سراج ورئيس مجلس نواب عقيل صالح لتحريك المسار التوافقية في ليبيا نقلت وكالة الأنباء الأنظول للأنباء عن المبعوث الأممي لليبيا مرتين كوبلر قوله أن الأثر الدستورية لاتفاق إصخيرات سينتهي نهاية العام الحالي وأوضح كوبلر خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الثلاثي مع أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط والممثل الأعلى للاتحاد الافريقي جاكايا كيكوتي أن اتفاق إصخيرات مر عليه قرابة العام ودون دخوله حيز التنفيذ مؤكدا أن أثره الدستوري سينتهي بنهاية ديسمبر المقبل إذا لم ينفذ قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة أنه تم تأجيل مناقشة قانون الاستفتاء على الدستور بعد طلب عدد من النواب خلال ذلك خلال جلسة اليوم وأضف قلمة أنه تمت مناقشة جميع مواد قانون الحرس البلدي البالغ عددها 108 مواد مشيرا إلى أنه سيتم الأسبوع القادم التصويت على القانون قال رئيس جمهورية ششان رمضان جاديروف أنه تم إطلاق صراح طاقم السفينة الروسي وأنهم على وشك العودة إلى روسيا ونقلت وكالة الأنباء الروسية التاس عن جاديروف قوله أنه أرسل وفدا إلى ليبيا بالتنصيق مع وزارة الخارجية الروسية للعمل على نقل المدنيين الروس إلى بلادهم وأشار الرئيس الشيشاني لأنه تلقى وعودا من رئيس المجلس الرئاسي فيسا سراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن أسوحلي والنائب العام صديق الصور بالسماح للبحارة الروس بالعودة إلى بلادهم فور انتهاء محاكمتهم اعتبر النشط السياسي محمد فؤاد في نشط سابق أن لروسيا دورا مهما في مجال التعاون العسكري في ليبيا باعتبارها دولة كبرى وممثلة بمجلس الأمن الدولي معظم الأسلحة الموجودة عند الجيش الليبي وعند قوات الأمن الليبية هي أسلحة روسية معظم المتدربين على الأسلحة هي كل الأسلحة هذه هي روسية فلا شك أن لو صار رفع لحضر السلاح على ليبيا ستكون لروسيا الدور الأكبر في إمداد ليبيا بهذه الأسلحة دع نايب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معتيق لإقامة ندوة مؤسعة حول الهجة غير النظامية تشمل جميع الجهات ذات الاختصاص وبمشاركة المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن وأضاف معتيق خلال ورشة عمل حول الهجة غير النظامية بطرابولوس أن الهدف من هذه الدعوة ويطلع المنظمات الدولية على حجم المعاناة التي تتكبدها الدولة الليبية نتيجة توفد المهاجرين غير النظاميين على أراضيها والآثار السلبية على المجتمع الليبي جراء هذه الظاهرة انتشل خفر السواحل الإيطالي أمس الاثنين سبع عشرة جثة وأنقذ أكثر من أربعة ألاف مهاجر غير نظامي قبالة السواحل الليبي ونقلت وكالة فرانس برسل الأنباء عن إدارة خفر السواحل الإيطالي أن المهاجرين كانوا على متن عدد من القوارب في عرض البحر وهي في طريقها نحو السواحل الإيطالية هذا قد شاركت في عمريات الإغاثة زوارق دورية تابعة لخفر السواحل ووحدات بحرية تابعة لسلاح البحرية وسفينة سيم بايلوت تابعة لسلاح البحرية النرويجية نشتنا متواصلة وفيها فيلم وثائقي بعنوان أباري تضمض جراحها من جديد يرصد حجم الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة جراء الحرب بالمدينة عملية البنيان المصوص تؤكد انفجار لغم أرضي في محيط قوة تابعة لها بمنطقة النخلة في سر وخمس مساء من جنسيات إفريقية يسلمن أنفسهن لقوات عملية مقتل عنصرين من قوات عملية الكرامة وإصابة آخرين أو آخرين في حوادث متفرقة بمنطقة السرتي والغورشا الجماعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يشددون على أهمية وجود قوة عسكرية نيبية تعمل تحت قيادة موحدة الكبرر يؤكد أن مجلس الأمن هو صاحب القرار في رفع حظر السلاح أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفق الوطني حالة المنح الشهرية المستحقة لأحد عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعين طالبا وطالبا من المفدين بمختلف الساحات الدراسية بالخارج للربع الثالث للعام الحالي وأوضحت وزارة التعليم عبر صفحة على فيسبوك أن المنح هي للفترة الممتدة من الأول من يوليو حتى الأول من أكتوبر مشيرة إلى إحالتها لإدارة الخزانة بوزارة المالية من أجل إتمام الإجراءات المالية المتعلقة بالخصوص في ظل تآخر بداية العام الدراسي عن الموعد المعتاد يعمل المسؤولون في المؤسسات التعليمية على تجاوز العراقل وإيجاد حلول يمكنها أن تصير بالخطة التعليمية وفق الجدول المطروح التفاصيل في التقرير التالي يواجه المعلمون والمعلمات وإدارة المدارس بمختلف مراحلها عراقيل تتمثل في نقص الكتاب المدرسي والقدرة على إتمام المقررات التعليمية وفق الخطة الدراسية نظرا لتأخر انطلاق العام الدراسي عراقيل يرى القائمون على المؤسسات التعليمية إمكانية تجاوزها كتاب المدرسي تأخر مش مشكلة واجد نقدر نصور بعض الكتب نقدر نمد المعلمين ببعض الكتب والمعلم يبدأ رويضا رويضا أيضا في طلاب عندهم كتب يجيبوهم من حشانهم أيضا فيها مدارس عندها مخزون أيضا في بعض البلديات عندها مخزون انتعانوا مع بعضنا تأخر بداية العام الدراسي قرابة الشهرين جلب معه مخاوف المعلمين والمعلمات من إمكانية إعطاء المقرر دون الضغط على الطلبة والطالبات هذا التأخير يرى البعض أنه بالإمكان تجاوزه لو تم إلغاء عطلة السبت والاستفادة من الفترة المسائية لإعطاء بعض المواد ممكن نتدارك تأخير عدم وصول الكتاب المدرسي في نهاية العام ممكن نستغل حتى يوم السبت في إعطاء حصص لتعويض التأخير لحدث هذا العام إبلاغ الطلبة على الساس يجيب الفترة المسائية لوضع جدو المخفض لبعض الحصص في بعض المواد اللي بدأت المواد الصعبة عام دراسي جديد بدأ وسط ترحيب بعثة منظمة اليونس في ليبيا والتي عبرت عن قلقها في وقت سابق من تعطل التعليم لما يزيد على مليون مئتي ألف تلميذ وتلميذة في ليبيا شرع مصف ليبيا المركزي في العمل بنظام المقاصة الإلكترونية للسقوك وهو نظام يعمل على تحصيل السك في المقاصة خلال ساعة من الزمن لجميع الفروع المتصلة بالمنظومة المصفية وبحسب المركز فإن العمل بهذا النظام يأتي كجزء من خطة تطوير نظام المدفوعات الوطني وكفرصة الإتاحة تحصيل السقوك بحد أقصى خلال نفس اليوم منويا إلى أن تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية سيساعد المصارف في ليبيا على الإسراء في التداول النقدي ما سيؤثر إيجابا في الناتج القومي الليبي وينعكس على النمو الاقتصادي المستدام للبلاد ذا وقد تم إطلاق هذا المشروع في سبتمبر من عام 2015 وبدء العمل به فعليا يوم الاثنين قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية المكلفة من قبل حكومة الوفاق الوطني محمد بلتمر قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية المكلفة من قبل حكومة الوفاق الوطني محمد بلتمر أن ديوان المحاسبة سيفرج عن مرتبات 12 ألف موظف بالمصلحة كانت ديوان قد أوقفها وضف بلتمر لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه من بينها مرتبات 7 ألاف موظف من المنطقة الشرقية وأشار بلتمر إلى أنه لم يتسلم رسميا مهامه رغم مرور نحو شهرين على صدور قرار بتكليفه لرئاسة مصلحة الأحوال المدنية من قبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق المفاوض العارف الخوجة بحثت الشركة العامة للكهرباء في اجتماع مع شركة إنكا تركيا المنفذة لمشروع محطة أوبار الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بحثت الترتيبات اللازمة بشأن عودة العاملة المنفذة للمشروع إلى مواقع عملها ووافقت شركة العامة للكهرباء على مطالب كانت قد تقدمت بها إنكا وتلخصت في تسيير رحلة لمطار أوباري لنقل العاملة وفتح مستشفى أوباري ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لحماية العاملين واتفقت طرفان على الفصل في التواريخ والأجال المطلوبة لتنفيذ العمل حتى دخول المحطة للعمل بكامل طاقتها خلال اجتماع يعقد الأسبوع القادم أصدرت مديرية الأمن الوطني في أوباري فيلما وثائقيا سلطت من خلاله الضوء على الوضع الحالي لعدد من مؤسسات الدولة وما طالها من خسائر جراء الحرب التي شهدتها المدينة التقرير التالي يرصد واقع المدينة اليوم أباري تضمد جراحها من جديد هذا ما عنونت به مدرية أمن أباري وثائقيا أصدرته وكشفت من خلاله حجم الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة ومدرية أمن أباري والمراكز التابعة لها جراء حرب دارت رحاها بالمدينة لأشهر طويلة حضرون بعض أصحاب محلات التجارية بمواد البناء وتقدموا بالتبرعات على أساس أن يتم التنفيق معهم فيما هو مطلوب لتقديمه من مواد لصيانة هذه المباني مدينة كانت شبه مضطهدة وصف وجد فيه أحد ضباط شرطا منتسبين إلى مدرية أمن أباري تلخيصا لحجم المعاناة التي شهدتها المدينة مناشدا كل أبناء ليبيا أن يعولوا على أنفسهم لا على الأجنبي في تأمين مدنهم وإعادة نبض الحياة إلى ليبيا ندعو من وزارة داخلية مد لعانا لنا ولمدير الأمن لماسك علينا ومديرية الأمن وباري والحب كلها مزهود ذاتي لتسبح فيها حتى بدأ لي ما عندماس وكل شيء على مزهودنا ذاتي قد يبدو هذا المكان مهجورا وجدرانه ملأة بآثار الرصاص ولكنه يؤدي عمله بشكل كامل فهنا في قسم الورور والترخيص يحاول العاملون به إرجاع الحياة إلى طبيعتها وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون ولو بأقل الإمكانيات نبو أرشيف نبو منظومات أرشيف نبو لوازم واجدة كبيرة لداخل مدينة أباري استحاقات المديرية لأننا حاليا بديل من السفر أباري خطت في ظل قلة الإمكانيات إحدى أهم خطواتها على الطريق الصحيح في سبيل تحقيق الأمن والحفاظ على الاستقرار فهل ستكون نموذجاً يحتذا به على مستوى ليبيا؟ ختم نشاوة تذكير بعناوينها عملية المنيان المصوص تؤكد انفجار لغم الأرضي في محيط قوة تابعة لها بمنطقة النخلة في ثر وخمس نساء من جنسيات إفريقية يسلمن أنفسهن لقوات العملية مقتل عنصرين من قوات عملية الكرامة وإصابة آخرين في حوادث متفرقة بمنطقة السرق والكوارشا الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يشددون على أهلية وجود قوة عسكرية ليبية تعمل تحت قيادة موحدة وكوبر يؤكد أن مجلس الأمن هو صاحب القرار في رفع حاضر السلاح نتنشى للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر ليفستيشن دوت كوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر